بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين سنة من أعظم السنن هجرها القسم الأعظم للناس الطامة الكبرى هي اندثار العلم وانتشار الجهل واستخفاف الناس بالسنن سنة من أعظم السنن أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يدعها أبدا يعني لا يدعوها أبدا هو أصحاب رضي لعنهم والتابعون السواك السواك له فنقبة عظيمة جدا 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 لا يعلموا كسيم للناس السواك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسيب السواك كان يشوص أسنانه عند دخول بيتي كل ما يخش ببيت دخول بيتي كل ما يشوص أسنانه قبل الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مات توفي عليه الصلاة والسلام والسواك في يده عينيه على السواك رايت مسيد عائشة أعطته السواك ومضغ طيب أسنانه بالسواك وهو مش محتاج تلطيب عليه الصلاة والسلام ثم ضغطه بالشهادتين السواك في إيل والليمين السواك في يد والليد الأخرى رفع يده رفع السبابة يوحد الله سبحانه وتعالى ونطق بالشهادة في أكثر من كده لهمية السواك الصحاب ترتدعهم لم يكن شوح منهم بيسيب السواك أبدا عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة طبيعي المناقب العظيمة بالسواك والتي اللي أعلموا كثير من الناس جاء عبدالله ابن عباس في الحديث بإذن الله ترفع درجة الحديث إلى درجة الحسن السواك في عشر خصال عشر خصال مطهرة للفم مرضاة للرب يبقى مش ممكن الإنسان يغزم على السواك اللي لازم ربي الله سبحانه وتعالى رضا عنه يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً وده من أهم المناخب يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً يبقى اللي بستعمل السواك أعمل مقارنة بقى اللي بستعمل السواك واللي بستعمل السواك يبقى الحسنات ده بتضرب في الضرب السبعين بدون مبلغة ليس أنا أنا الحديث اللي عن نصاصر بيقول هذا يضعف الحسنات سبعين لضعفاً إلي أنت تستعمل السواك؟ أنا أعرف لك حسناتك عشرات الأضعاف أنت تستخدموش حسناتك كثيراً ربنا بيضاعف لكل لكن المضعفة تختلف من واحد لواحد فطرع سيدنا جاء عن أبي هريرة قال في الحديث إن الله إذا يضاعف الحسنة بألف ألفين حسنة لكن ليس لكل الناس المجتهدين للمجتهدين وليس المتخزلين والمستخفين بالسنة سنة السواك من أعظم السنة الصحابة التي تطلعهم يعني كم في واحد من الصحابة الذي يضع السواك على أذنه عند كل صلاة كما يضع الكاتب القلن على أذنه كما يقرأ الحديث من خالد ابنه خالد ابنه يضعف الحسنات سبعين ضعفا وهو من السنة ويذهب بالحفر يعني ينق الجلد وبعد يخلش الجلد بقى في حفر ويبيض الأسنان ويذهب بالبلغم ويشد اللثة ويقطع البلغم يعني حتى بيعالج السدر ويقطع البلغم لذلك العلماء واجدوا أشياء في السواك في تركيبة كموائية مش موجودة في معجون الأسنان وموجودة في أي حاجة خالص ويقطع البلغم ويذهب بغشاوة البصر ويذهب بغشاوة البصر يعني حتى بيقاو البصر ويشهي الطعام يفتح نفس الطعام شوف اللقبة العظيمة لا بش بس بضعف حسن سبعين ضعف شوف بقى الحديث العظيم ده والحديث صحيح عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي عنه حبر الأمة عبد الله بن عباس صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك يعني كان ربنا بدرب الصلاة السبعين في الضعف جزيلا الصلاة بسواك خير من خمس وسبعين صلاة بلا سواك اذلك اسحاب الرسول وه ting Grace أقثرت عليكم في السواك أنا اقثرت عليكم في التوصير لسواك اسحاب الرسول اللهم يقولهم أقصر علينا رسول الله في السواك حتى قلنا إنزل فيه شيء حينزي فيه قرآن يخليه واجب هو واجب فعلا عشان كل الله صلى الله عليه وسلم لولا بس يعني لولا ان هو مش عايز تشقع الناس لكن بقى واجب شرع ان انت تتسود مع كل صلاة لكن الله صلى الله عليه وسلم يلمح لك يقول لك لولا انا شقع العماتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وانت ما بتعيش وتموت وما بتمسش السواك ما بتجيش نحيته خالص ما بتعيش ما هذا الاستخفافة جميعا ازاي ازاي نستخفى بالسنان لهذا الشكل ازاي مش نتقل الله سبحانه وتعالى اسواك اسواك مشوفوا الرصاص يقول لي ليس اشد على الملكين المرافقين للعبد من ان يرى بقايا طعام في ثنايا صاحبهما مش حاجة اشد من على الملكين ان نشوف بقايا طعام في اسنان في اسنانك وانت بتصلي لرب العالمين عشان كده لايس بتطيب اسنانك قبل قبل الصلاة لان انت بتكلم رب الله سبحانه وتعالى وتقرأ قرآن وتدعو فالسواك اوقع في قبول الصلاة لانك طهرت طهرت الفمك طهرت الفم وارضة الرب سبحانه وتعالى ده مش ده اوقع لما تتسوق وتعمل السنة العظيمة دي قبل الصلاة ان لو الصلاة تقبل ده اوقع في قبول في قبول الصلاة يعني اقول تاني مطهرته للفم مرضاته للرب يضعف لحسنات سبعين اضعفا يذهب بالحفر يبيض الاسنان ويشد اللثة ويقطع البلغم ويزى بغشاوة البصر قوة البصر ويشهد طعام خليفة حنس ده مش كيله بس ده جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب ان السواك ودي من المناقبة العظيمة يزيد من قوة الحفظ والفقه في مواد معينة كيميائية واكتشفوها وانا قرأت هذا موجودة في لا علاقة مواد الكيميائية في المخ ودارة الكيميائية في المخ ويزيد وفي مواد مواد بتتخلص من البقايا الطعام في الأسنان مش موجودة في مجون السنان وده من الإعجازات العلمية اللي اكتشفوها اللي تثبت أسلم الناس بسببها بسبب السواك عضو الأراك اللي موجود في الشكل وجاء عن سيدنا علي السواك يبسط الرزق يعني بيتسوك ويبسط له الرزق ويواصب على هذه السن فيادي تنتقل الله سبحانه وتعالى الصحابة والطبيعيين مكنش بيسوب السواك من ايديهم رحمة الله السلام يتسوك في الليل ويتسوك عنده دخول بيتي وعنده لقاء زوجتي ويتسوك عنده شوص أسنانه هذا قيام الليل الرزق السلام مات والسواك في يده عايز أكتر من كده دليل على أهمية هذه السن الصحابة تدعانهم كان يستوكون في كل صلاة مع كل صلاة لو أحملهم بمسك السواك ويخشوا بيه وإنت بتعيش وذموت ما تمسكش السواك يكفي حديث رمسم يضاعف الحسنات السور الليل صحيح إن صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بيه لسواك لأن الحسنات كلائج كنت اكتره من صلاة جنة صلاة بسواك السواك لو خدنا الحديث على ظاهرة السواك فيها عدد الحسنات التي تأخذ ادي 70 صلاة سواك. يبقى استعمل السواك لمستعملش السواك. ياريت نتقل الله سبحانه وتعالى. ياريت اللي ما عندهوش سواك يبتلي من دلوقتي على طول دور روح اي مكتبة او اي بتاع اسلامية او بتاع واشتري سواك او خليه عندك في البيت. يعني اسواك اهو بتجيبه وبعدين بتفتح بتتقشره وتبعده عن بعضه بحيث انه يبقى عامل زي زي فرشة كده. ده شكل. خاصة المجمعة دراسة عصبو في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم والسواك واجب على كل مسلم حديث صحيح. والسواك واجب على كل مسلم. يبيض الاسنان. وهشدوا اللسم. شوفوا يبقى يبقى عاملوا كده الشكل بتاعه. في ياريت نتقل الله سبحانه وتعالى. نتقل الله سبحانه وتعالى. وما تستخفوش بالسنن واحترموا السنن هذه السنن هي اللي ستتصل بنا الى الفردوس الاعلى. فالسواك يضاعف العسنات ويطهر الفم ويشدوا اللسة ويشاهد طعام ويزيزوا الفقه والحفظ ويسابسة الرزق. وبعدين دي سنة مهجورة. اللي بيحيها من احيا سنة قد ماتت احيا الله قلبه لما تموت القلوب. فيضاعف لك السواب اكثر واكثر لان انت بتعمل سنة غفر عنا كثير من الناس. في ياريت كلنا نتقل الله سبحانه وتعالى. وإلا ما بيعندوش سواك يشتري سواك. بعد ما نشوف الفيديو ده دور على سواك واشتري سواك. وابتدي حقق سنة الرسول صلاصر. اكتبكم الكلام ده كله تحت الفيديو والاحاديث دي كلها. التخريج بتاعها. وانشروها. نشو هذا الفيصور عظيم. انعلم علما. في الان اجرى ما عامل به اليوم القيامة. لا انقص لكم نقولهم شيئا. لا تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليس لكم كل جديد. وللساعدوني عن نشرة سنة النوية. هذا او لا. من الاشتراك في توقعات العبس والله والفساد. اللي تملأ قنوات اليوتيوب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.